اشتركوا في القناة القمر بين بورجين اللي هو بين الميزان وبين العقرب هو الآن موجود في الميزان في منزلة الزبانية للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر رح يمكث فيها مش هالمدة لطويلة يعني لغاية الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني منزيد ثلاث ساعات على الأربعة بتصير الساعة سبعة ونص تقريبا بتوقيت الأردن القمر بنتقل من مساء هذه الليلة الجمعة بنتقل وبيصير في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بالعلاقات طبعا القمر زي ما حكينا هو موجود بالميزان ما رح نحكي عنه في زاوية وحيدة رح تتشكل قبل خلوق المسار احنا ذكرنا بحلقة الأمس انه في خلوق مسار الليلة طبعا هاي زاوية ذكرناها بالأمس هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش كم نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار حكينا انه خلوق المسار بيبدأ في ليلة الجمعة أو يعني تقريبا في أول ساعات من مساء ليلة الجمعة ساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيستمر لغاية منتصف الليل يعني منتصف ليل الجمعة على السبت طبعا هاي الفترة يعني فترة سيئة أو سلبية احنا بنقدر نحكي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة 12 دقيقة منتصف الليل القمر خلص بيستقر تماما بيصير في برج العقرب يعني أغلب النهار راح يكون هو في برج العقرب على طول الخطة بتتحول شخصيتنا ابتداء من ساعات المغرب بتبلش شوية نصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته وبرضه بتصير عنا شوية من الغيرة بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا عشان يعني شوية هيك ممكن في لحظة ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط ووسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية أو مشاهدة فيلم مثلا مغامرات اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت يعني الاهتمام بالأمور العقارية طبعا أول زاوية راح تتشكل بعد الانتقال وثبات القمر طبعا حكينا أن الزوايا الفلكية بتأثر على جميع الأبراج أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة 7 و32 دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 53 دقيقة عصرا من واجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية التزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة 5 و7 دقائق مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر طبعا بالنسبة لخلوة المسار القادم بما أن القمر راح يكون موجود بالعقرب خلوة المسار القادم راح يكون يوم الاثنين 16-8 بيبدأ في تمام الساعة 3 و4 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و11 دقيقة يعني بمعنى آخر مدة خلوة المسار بسيطة جدا يعني ما في داعي للإهتمام فيها بشكل كبير بعدها القمر طبعا الساعة 3 و11 دقيقة صباحا بنتقل لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر هو انحسار المربع 6 أيام في تمام الساعة 48 و48 دقيقة صباحا بصير 7 أيام نسبة الإضاءة بتصير 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22-8 منتحسة بنسبة 40% القمر في الميزانه بدينتقل للعقرب ورح يمكث فيه لغاية 16-8 هو الآن سعيد بنسبة 30% ولكن مع ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 15% وبظل منتحس طيلة النهار أما بالنسبة العطارد في العذراء حتى يوم 38 رح يمكث في العذراء طبعا هو منتحس بنسبة 50% الزهرة في العذراء حتى يوم 16-8 منتحسة بنسبة 10% المريخ في العذراء حتى يوم 15-9 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 11-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لآخر ساعات طبعا مظل التركيز والاهتمام كله حول تدعيم شراكاتكم اللي هو شراكات المالية وشراكات العاطفية أهم إشي نكون تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بالفترة هاي لأنها فترة خلوه المسار ضبط الأعصاب مطلوب في فترة خلوه المسار لأنه بصير الاستفزاز أكثر من ساعات منتصف الليل القمر رح يتحرك ويصير في البيت الثامن لإلكم فعشان هيك رح تنهمكوا قيلة النهار يعني الليل لغاية ساعات المغرب بتنهمكوا في عدد تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم إشي إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وبتتجاوب معاكم أكثر كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر اليوم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم إشي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار وفي نفس اللحظة حاول إنك ما تعتمد على الحضوذ في هذا النهر برج الثور طبعا الآن بتكونوا تواصلوا عملكوا اللي بدأتوا فيه من قبل حاولوا برضو في نفس اللحظة إنكم ما تهملوا صحتكم الفترة هاي طبعا فترة خلوه مسار وفي نفس اللحظة وجود القمر منتحس طبعا هو سعيد الآن ولكن في النهار بصير منتحس والقمر رح يصير مقابلكو تماما مع ساعات منتصف الليل فشوي بتكوا تضبطوا أعصابك وقدر الإمكان لأنه سهل استفزازكم اليوم بترغبوا أو من ساعات منتصف الليل بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقتكم مع شركاء العمل أو شركاء العاطفة ممكن اليوم تتعقد بعض الأمور وتترأ بعض البلبلة حاول إنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذروا من القطيعة ومن الدعاوة القانونية حاولوا ما تخالفوا القوانين خصمكم في هاي الفترة بكون قوي والعرقيل شوي ممكن تستفزك برج الجوزاء ما زالت الأجواء جيدة وابتدعمكم بشكل قوي جدا وخصوصا على المستوى العاطفي وعلى مستوى علاقتكم في أحباكم ولكن المشكلة إنه في فترة دخلوا مسار الآن فهاي ممكن شوي تسبب نوع من أنواع الفتور أو يستفزك تصرف من أحد الأحبة وأحد الأبناء شوي هيك تخرج عن طورك فبدك تضبط أعصابك قدر الإمكان وحاول إنك ما تعتمد على الحضوض نهائيا من ساعات منتصف الليل القمر رح يصير في البيت السادس لا إلك اللي هو بتعلق بالعمل بتعلق برضو بالصحة فحاولوا إنه شوي من أنه العمل ممكن يبدأ يتراكم عندكم بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر وممكن اليوم ما تقدر تنجز كل الواجبات والأعمال الموكلة لا إلك فممكن تضطر تصحى باكر عشان تنجزها وتتممها انتبه وركز بشكل جيد عشان ما يصير بعض الأعطال أو تتأخر في إنجاز بعض الأعمال فتتحاسب عليها فاليوم بتكون تحذروا من المشاكل الصحية برج السرطان بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت أو الالتزام بأي مشتريات أو التزامات عائلية من الآن ولغاية أنه المنتصف الليل اللي هي فترة خلو المسار يعني بدك تأدي الواجبات البيتية والعائلية بشكل روتيني مع ساعات منتصف الليل الأجواء بتتغير للأحسن لأنه القمر رح ينتقل وصير في البيت الخامس لإلك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وبرضو بتصير في عندكم قدرة للتفاهم معاهم بتفيدك اليوم الاتصالات واللقاءات حاول أنك تلطف الأجواء حاول أنك يعني تعيد العلاقات اللي شوية ترهلت في الأيام الماضية أو في الفترة الماضية لطبيعتها يعني ترجع العلاقات لقوتها اليوم يعني في شوية حظ رح تدعمك فممكن اليوم تنال ما بترغب تنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة أهم شيء أنك ما تعتمد على الحضوض كثير يعني بدك تبذل جهد أنت لتحصل هذه النتائج برج الأسد ما زالت الأجواء نشطة عند قدرة على التحرك والاتصالات والحوارات ولكن بما أنه في فترة تخلوه مسار وفي هاي الساعات بالذات اللي بده يتقدم لإمتحان بده يستعد أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحض نهائيا مع ساعات منتصف الليل القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع لا إلا كلهو بيت البيت بيت العائلة فرح تفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية في نهار يوم الساب بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أحد أفراد العائلة بتكون تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقك وحق أفراد العائلة لا تفرض رأيك ولا تنتقد أضبط أعصابك ممكن تظهر بعض الأعطال زي ما حكينا اللي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام خلال هذا اليوم هاي فترة مناسبة شيئا ما لأمور اللي إلها علاقة بالاستثمارات وخصوصا في الأمور العقارية أو استئجار بيت مثلا أو التفكير في نقل من بيت لبيت برج العدرة ما زالت الأجواء بتركز على الأمور المالية ولكن اليوم من الآن لغاية منتصف الليل بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو المغامرة أنك تكفلوا شخص أو حتى أنك تدينوا شخص فلوس أو تخرضوهم لأنه ممكن أنك يصير فيه صعوبة في الاسترداد فعشان هيك لا تكفلوا لا تضمنوا لا تدينوا حد بالفترة هاي من الآن لساعات منتصف الليل في ساعات منتصف الليل القمر رح ينتقل طبعا للبيت الثالث لا إلك فرح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والقصير والاتصالات والحوارات بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أوجر خلال هذا اليوم بتكثر عندكم النشاطات حسب حق الإختصاصك يعني حسب أنت شو بتشتغل بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك لكن بدون ما تكون لاذع بالكلام بدون ما تكون حاد بالحوار بدون ما توجه انتقادات أهم شيء أنك اليوم ما تتردد بالتحرك اللي عنده انتحان أو عنده مقابلة اليوم ما يعتمد على الحظ كثير بده يدرس ويستعد بشكل جيد برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا بأي عمل جديد بل واصلوا عملكم الاعتهادي لأنه في فترة دخلوا مسار والقمر رح يضل عندكم لغاية منتصف الليل من ساعات منتصف الليل بتوقيت جرينتش القمر رح ينتقل ويصير في بيت المال عندكم فعشان هيك من بعدها بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب حاولوا انكم ما تبالغوا بمصاريفكم حاولوا تكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة رح تهتم اليوم في الأمور المالية بشكل واضح في منكم رح يحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو بيتيجي على شكل هدية أو هبة أو منحة يعني ناس تقرضك أو بتكافأك بشيء معين من المال ولكن زي ما حكينا أنه اليوم في بعض المصاريف رح تظهر الأغلب هي رح تكون مصاريف إما منزلية عائلية يعني أو مصاريف استشفائية برج العقرب طبعا ما زال التعب بيسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ما رح يطول كثير لغاية منتصف الليل فعشان هيك حاولوا أنك بس تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم حاولوا أنك تخلدوا للراحة ما رح يظهر أو يطرأ تغيير للأفضل على صحتكم من ساعات منتصف الليل بتستعيدوا حماستكم وبتنهمكوا بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك خلال هذا اليوم ابتقوا نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك ورح تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك ولكن بما أن القمر رح يكون منتحس في ساعات النهار فأقول لك يعني اتحرك أنت حاول أنك أنت اللي تبادر بالأشياء اللي تحسن وضعك الأجواء بتساعدك تدعمك ولكن هي حاليا ضاغطة يعني بدك تدير بالك يعني ما في داعي للمغامرات الكثيرة وما تعتمد كثير على الحضوض ولكن إجمالا الأجواء رح تكون غير عن الأيام اللي مضت برج القوس بتنشطوا بين الأصدقاء وبظل النشاط موجود ولكن لا تعتمدوا كثير على وعد بيقطعوا أحد الأشخاص لألهم أو أحد الأصدقاء لألكم فعشان هيك ما تأخذوا كثير بالوعود اللي بتنقطع من الآن لغاية منتصف الليل وما تعتمدوا على لا عهد ولا وعد يعني ممكن ما يبر في أي شخص وبيتكوا تحذروا لأنه في ساعات منتصف الليل غير خلو المسار القمر بده ينتقل ويصير في بيت متاعبكم فعشان هيك أنتم مقدمين على يومين لغاية يوم الاثنين الشوي رح يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة حاولوا قدر الإمكان أنه تنتبهوا أكثر لصحتكم خلال الفترة هاي حاولوا ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمال جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاولوا أنك تحللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء حاولوا ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاضروا من البلبلة والالتباسات لأنه شوية الفترة هاي بيظهر فيها بعض الأشياء اللي بتزعجكم برج الجدي ما زال القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكونوا تواصلوا عملكم الاعتيادي وحاولوا أنكم ما تبادروا لعمال جديد بالفترة هاي حاولوا أنكم برضو من الآن لغاية منتصف الليل ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا ما تغامروا يعني بدك تلتزم بكل شيء عشان ما تشوه سمعتك من ساعات منتصف الليل القمر رح ينتقل ويصير في بيت حليف ليلك اللي هو بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فمن خلال النهار بتبلشوا أو من بعد منتصف الليل بتبدأ الاهتمام في الأصدقاء والمعارف فممكن تلتقوا الأصدقاء ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو عزومة معينة دعوة لطعام مثلا بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق اليوم بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف دعم تصوراتكم أهم إشي أنكم ما تستسلموا وحاولوا أنكم تكرروا المحاولة عشان تنجح مع كل أمور وبالمقابل حاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي قبل يوم الأثنين لأنه القمر رح ينتقل وصير في القوس اللي هو بيت متاعبكم ففرصة تنجزوا كل أعمالكم برج الدلو اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتكون تحاولوا أنكم تركزوا بشكل جيد وتدرسوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحضوض نهائيا اللي عنده سفر أو عنده تناقلات بده ينتبه أثناء قيادته للسيارة خصوصا على الطرق المفتوحة أو الشوارع المفتوحة في ساعات منتصف الليل بتوقيت جرينيتش القمر رح ينتقل ويصير موجود في العقرب فعشان هيك شوي بتصير الأمور إلها علاقة بالسمعة والمحافظة على السمعة فبتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم خلال هذا النهار إذا انتبهتوا وما خالفتوا القوانين وما جازفتوا برضو عندكم قدرة أنكم تنتبهوا لمصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب هذا اليوم هذه التجارب رح تكون مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك زي ما حكينا حاول أنك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن قدم أفضل المستطاع لأنه شوي أي تقصير ممكن تلام عليه أو تحاسب عليه فعشان هيك بدك تخلي كل شيء يعني 100% أو تنجزه 100% والدقق فيه 100% برج الحوت طبعا القمر الآن موجود في البيت الثامن ورح ينتقل للبيت التاسع فمن الآن لغاية منتصف الليل بتكون تتجنبوا أي شراكة مالية وبتكون تتفحصوا حساباتكم المشتركة وحاولوا أنكم ما توقعوا على عقود وما تقفلوا حد ما تغامروا ما تدينوا أشخاص وفي نفس اللحظة ما في داعي لا تخلي نفسك التراودك على بعض الأمور يعني بدك تضبط وتحكم نفسك بشكل جيد حاولوا أنكم تخففوا من النفقات من الآن لغاية منتصف الليل بتوقيت جرانيتش بعدها القمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع فالأجواء رح تصير إيجابية بشكل جيد فرح تنشغلوا أو بعضكم ينشغل في مسائلها علاقة بالسفر بعد آخر رح يهتم بالامتحانات والدراسة الجامعية بعد آخر باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب قسم منكم رح يهتم بأمور الفلسفة أو الدراسة أو الحوارات القديمة أو الأشياء اللي إلها علاقة يعني بالنقاشات بالدين رح يهتم بمسائل الدين أكثر هاي فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بهاي الفترة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك ولكن بدون عصبية حاول إنك ما تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو انطلاق بموضوع جديد في منك ورح يفكر في موضوع السفر أو رح يكون عنده سفر أو أوراق إلها علاقة بالمعاملات القانونية أو أشياء إلها علاقة بالإقامة هيك من كون انتحينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر